استضافت مصر مؤتمر صراعات القرن الأفريقي وتدعيتها على الأمن الإقليمي والمصري الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يستهدف المؤتمر مناقشة التحديات الأمنية التي توجه القرن الأفريقية والتأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة بمشاركة نقبة واسعة من خبراء الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية ومراكز الفكر المصرية والأجنبية انطلقت فعليات مؤتمر صراعات القرن الأفريقي وتدعيتها على الأمن الإقليمي والمصري والذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ولجلسات المؤتمر اتخذت من تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الأفريقي عنوانا والتي تستهدف تقديم نظرة شاملة حول طبيعة أبعاد تلك الصراعات الراهنة وبناء تصور لسبل المواجهة الجماعية المثلة لهذا الوضع الإقليمي المعقد الحقيقة ان المركز المصري اختار تبقيد دقيق جدا ومهم جدا لعقد هذا المؤتمر المؤتمر بيركز على منطقة القرن الأفريقي هي منطقة مليئة بصراعات مختلفة منها البعض الحدودي منها البعض المائي منها البعض الإسني وكلها أبعاد متشابكة تأكيدا على انها صراعات اجتماعية ممتدة منها أبعاد تاريخية من فترات الاستمار والحد ان الابعاد تتشابك والأهم انها بتتماز بشكل مباشر مع الأمن القوم من مصري بحكم الجغرافيا والتاريخ يأتي لهذا المؤتمر في توقيت مهم جدا جدا في ظل ما تشهدوا هذه المنطقة من تحولات ومن تغيرات وتحديات متشابكة وعديدة وبالتالي أهمية هذا المؤتمر تنبع من أنه بيربط ما بين الفكر الأكاديمي والبحثي الهام للغاية وما بين أدوات السياسة الخارجية والديبروماسية تطرق المؤتمر إلى تأثير الصراعات وتطوراتها في القرن الأفريقي على الأمن المصري حيث أكدت النخبة المشاركة أن مصر تنتهج أسلوبا سياسي ودبلوماسي مع تلك التحديات يتركز على ضرورة الحل السياسي والحفاظ على الأمن الإقليمية ثم التوجه نحو البنائي والتنمية مسألة الأمن المائي هي مسألة حياء أو موتية قضية وجودية بامتياز ويمكن مصر أوضحت موقفها من هذا الأمر بالتمسك بكل مخصصاتها المائية ودائما قدمت كل جهد ممكن حتى الجهد الدبلوماسي والدعوة إلى التنمية المشاركة ولكن الأطراف الأخرى هي التي دائما كانت تماطل وكانت تواجه تحديات وتهدد حتى حقيقة الأمن المائي المصري نحن في الحقيقة أمام تحديات كبيرة جدا في هذه المنطقة لأن كلها منطقة التروات تقريبا ومصر تبدو الجزيرة الوحيدة المستقرة تنعم بالاستقرار في وسط أزل محيط المنطرب وإذا كنا نفكر النهاردة في عالم اليوم في حلول حقيقية للمشاكل والتحديات فنحن بحاجة للعمل بشكل ذاتي يعني بمعنى أن الدول النفس هي التي تقوم بالسعادة الأمن والاستقرار بالسعادة الوحيدات الوطنية بتجاوز تحديات بمنع الصراعات والحروب الأهلية كما أكد المؤتمر على دور الأزهر الشريف والكنيسة في احتواء الصراعات الطائفية ورأب الصدع وإخماد الفتنة من خلال تجديد الخطاب الدينية والتمسك بمبادئ السلام في ظل التحديات والتوترات والصراعات التي يمر بها إخليم القرن الإفريقي يأتي هذا المؤتمر ليقدم قراءة شاملة حول طبيعة تلك الأعداث وكيفية مواجهتها بما يضمن حماية الأمن المصري محمد الخطيب التلفزيون المصري